تارى المحقق العدلي فادي صوان تعليق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت عشرة أيام وهي المهلة القانونية التي عليها يقدم فيها جوابا على طلب كف اليد عن الملف المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع وتعين محقق آخر لم تعقد أو لم تستكمل جلسة المواجهة بين الرائد جوزاف النداف والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة التي كانت مقررة صباح الخميس ولن تعقد جلسة يوم الجمعة للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب تضاربت المعلومات المواكبة للقضية في جلسة المواجهة مصادر معنية بالجلسة قالت للجديد أن صليبة والنداف حضر كما حضر صوان أيضا لكن الجلسة لم تعقد وأرجئت إلى أجل غير مسمى ونقلت المصادر أن صليبة لم يدخل في بادئ الأمر حيث حضر محاميه ليبلغ القضي صوان أن رئيس الجمهورية يستعجل حضور صليبة إلى القصر الجمهوري وأشارت إلى أن المحقق العدلي دخل مكتب النائب العام التمييزي حيث مكث عشرين دقيقة قبل أن يعود إلى مكتبه حيث اجتمع بالنداف وصليبة ووكلائهما وعندئذ أبلغهم إرجاء الجلسة إلى وقت يحددوا لاحقا ريثما يبت طلب نقل الدعوة مصادر مواكبة أخرى نقلت رواية أخرى تفيد بأن الجلسة استهلت وافتتحت بحضور جميع المعنيين ومن ضمنهم صوان الذي ما إن بدأ المواجهة حتى دخل القاع أمين سر مجلس القضاء الأعلى رودني دو وهمس في أذن صوان فأعلن صوان حالا رفع الجلسة واستكمالها في وقت يحددوا لاحقا وهذا الأمر يحيلنا تلقائيا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود دو نفى الأمر واكتفى بالتعليق أنه حضر إلى العدلية صباحا وأجر جولة لكنه لم يلتقي صوان ولم يدخل مكتبه وبحسب الأجواء التي وصلت إليه فإن الجلسة لم تعقد من أساسها وأكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للجديد أن ليس من اختصاص المجلس أساسا الطلب إلى صوان تعليق التحقيقات وأن المجلس لم يفعل ذلك قط وأن من اختصاص محكمة التمييز بث الملف وأجمعت المصادر ومن بينها مقربون إلى صوان على أنه في حال انعقاد جلسة المواجهة بين نداف وصليبة فسيجري توقيف صليبة وتبعت المصادر أن رئيس الجمهورية كان قد ضمن لصليبة عدم توقيفه في حال مثوله أمام صوان وعليه ثم تمنحرص وتواطأ على عدم استكمال الجلسة واختتامها سريعا لايال سعد قناة الجديد